السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن الآن مع قصة من نواد القصص العرب من قصص الأصمع رحمه الله يقول كنت أغشى رجلا لكرمه فجئته يوم فوجدت داره مغلقة فوجدت داره مغلقة فكتبت ورقة ودفعت بها إلى الحارس ليوصلها إليه كتبت له فيها إذا كان الكريم له حجاب فما فض الكريم على اللئيم قال فكتب على الرقعة وبعث بها إليه وكتب عليها إذا كان الكريم قليل مال تستر بالحجاب عن الغريم ودفع لي معها صرة فيها خمسمائة دينار فقلت لأتحفن بها أمير المؤمن المأمون قال فذهبت إليه وقصصته له القصة فنظر المأمون إلى الصرة فإذا علي ختم بيت المال فقال إليه بالرجل قال يا أمير المؤمنين أكرمني وكذا خشيا يبطش بأمير المؤمن قال علي بالرجل غير مروع ثم بعث إليه وجاء به فقال لست أنت الذي وقفت علينا في الموكب أمس وطلبت مال وعندك عيال وكذا قال نعم قال بل قال ولماذا أعطيته قال يعني خشيت إنسان يطلبني وأنا أرده قال فعجيب له وأعطى ألف دينار ترجمة نانسي قنقر